ما يعنيني في ده الجزء الخاص بتاع الانسحاب من العراق الزيارة اللي انا بيها سيد الرئيس عفتاح السيسي للعراق وكيف فيه التناولها في الصحافة الاسرائيلية جورجالين بوست سيس فرانتزمان في قمة مهمة مصر والعراق والاردن ياسعون نحو المزيد من التعاون الامني والاقتصادي قد تكون قمة مصر والعراق والاردن نبأا صار للشرق الاوسط ما استطيع ان نلخصه بالرأي اذا هذا المقال يعني وغيره انه مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لم اه الوحيدة التي لم تلوس يدها كدولة مؤسسة حكم وشعب طبعا الارهابيين المصري راحوا بس دول ارهابيين يعني الارهابي لا جنسية لا فعلا لان جنسيته هي الارهاب جنسيته هي الاسلام السياسي جنسيته هي الجماعة مش اللي موجودة بجواز الصفر مصر غير ملوثة باي يعني دم من دماء العرب اشقاء واحبة يعني اللي نزفت في سوريا والعراق في حروب اهلية طويلة وفي عمليات ارهابية كثيرة تورط فيها الاطراق مع بعض الاطراف العربية بالمشاركة المتورطة المنغمسة المنغرسة مش بس منغمسة ومنغرسة مش بس منغمسة ومنغرسة ومنغرسة في هذا الصراع مصر هي اللي حفظت طول الوقت على موقف ما تدخلتش بالمنع الحقيقة لكن لم تتدخل في زيادة الجرح ولا تعميق الازمة ولا مزيد من الناس في الدم فلما يجي مصر بقى تظهر وتعود مرة اخرى لموضعة موقفها في الشرق الاوسط ولقيادة تنتظر مصر للشرق الاوسط يكون لقاء الرئيس مع رئيس العراقي ورئيس وزراء العراقي ومع مالك الاردن في العناق تحمل الرؤية دي دور مصر السياسي اللي ممكن كمان يبقى اقتصادي واللي ممكن كمان يبقى يعني داعم في السياسة وفي الاقتصاد وفي كل مجالات الحياة ان مصر تستعيد قيادة الشرق الاوسط لانه انا زي ما بقول بقى في نهاية الامر يعني ومجملك احنا جربنا ومن غير محد يزعل خالص احنا جربنا قيادة مصر والسعودية للعالم العربي في فترة الرئيس عبد الناصر كان المعسكر الكبير هو جمال عبد الناصر ويعني هو نفسه اللي ناوئ الإدارة للمملكة السعودية والسعودية نوئت الرئيس عبد الناصر وتورت الملك السعود في محاولة اقتيل عبد الناصر وحصل حرب اليمن وشفنا الصراع دا ودى مصر فين وودى العالم العربي فين ودنا ل67 بالانهيارات الخاصة وبعين جربنا القيادة تقريبا المنفردة للسعودية للمنطقة في لحظات بقى بعد ما مصر غابت بعد 81 والمؤاطعة لمصر بعد معاهدة السلام والحقبة اللي عشناها بقى الحقبة النفطية اللي عشناها حصل الوطن العرب هو اتفكك وتفتت والإرهابيين وظاهرة الإسلام السياسي اكتسحت صح فشفنا قولك هذا كلام أنا واصل فيه إلى أعلى درجة من حدود الصراح فشفنا مجتمع العربي وبالشكل دا في الستينيات وانهاكت ايه وشفنا في التسعينيات والألفية الشكل الوطن العربي كان شكل ودراع عربية ومين كان بيسوق ووصلنا غاد فين دلوقتي أنا الأوان أن تعود مصر للقيادة أنا الأوان أن تعود مصر للقيادة ولصدارة المشهد وهذه المرة برؤية بقى جديدة وبرؤية مختلفة وبرؤية تعيدنا إلى يعني تعيد الوطن العربي كله إلى صوابه السياسي دون أن نغرق في الفتن والمحن والحروب والحروب الأهلية تحديدا أو التقسيمات الطائفية أو المذهبية التي سرنا إليها جميعا كأننا نمشي من التمانينات والتسعينات والألفية كأننا نمشي جميعا وطن عربي كله خطوات منتظمة واثقة شامخة إلى الجحيم